موسيقى صبحكم بالخير اليوم السابت 29 تموز يوليو اليوم الأمر بعدهم رفقنا لليوم الثاني على التوالي من برش هواقي برش ألميزان والأجواء جيدة جدا لمواليد برش الميزان أيضا الجوزاء وكذلك أدلو كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل يمكن بعدك مزعوج مولو برش الحمل منبارح الجو منه مرتاح كل شي مطلوب منك أنك أنت تطول بالك تفكر وتعدل العشرة قبل ما يكون في عندك أي مبادرة الجو صحيح يستفزك لكن بشكل عام هيدا نهار معقول يقدم لك فرصة لارتباط وتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا مواليد شهر أدار مارس بنتقل لك برش الثور بالنسبة لك مولو برش الثور من المستحسن أنه اليوم يكون العمل المهم وما تأجل أي مسألة لبكرة أو بعد بكرة لأنه صعبين جدا اليوم ضروري أنك تكون عم تشتغل على أكتر من مسألة بالوقت نفسه لكن بطريقة كتير منظمة وضروري تشتغل على الأولويات وضروري تنتبه لسحتك الأوفر حظا مواليد 24 و 25 نيسان أبريل بنتيلا برشل شوزاء نهار بيسلي نهار بيفرح نهار بيحمل تقدم نهار بيحمل نوع من إنجاز كتير كبير بالنسبة لبرشل شوزاء يلي بيحس حاله أنه هو متقدم على غيره أو على الأقل بيحس بينه وبين نفسه أنه هو فعلا عمل شيء كتير مهم هذا نهار بيحمل مصالحة بيحمل رزقه وبيحمل النجاح وتفاهم بشكل خاص لمولية 19-21 هزيران يونيو أنتوا الأكثر حظا كمل مع برش السرطان بكرة أفضل لكن ما معناتها أنه اليوم منعمل مشكل أو منترك النهار يمرو هيك على الفاضي أو منخلي مسألة من دون ما نلقيه لها الحل هيدا نهار تتركز في الجهود على مسائل شخصية ومسائل خاصة احتمال يكون في بعض المزاجية بعض التقلبات المزاجية لكن بالنتيجة أنت رح تضلك ربحان والأوفر حظنا 8-19 تموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد نهار ممتس لحتى تتفاهم مع الأشخاص المنك متفاهم معه هيدا نهار ممتاز لحتى تقوم بالزيارات يلي أنت قبل ما كان عندك النشاط والحركة أو العزيمة لحتى تقوم فيهم نهار ممتاز للتفاهم للحكي للمواحثات المفوضات للاجتماعات ولتقديم الامتحانات نهار ممتاز لكن إذا كنت من موليد 29-30 تموز يوليو كن حذر جدا من السرعة من التسرع بنتقل لبرش العذراء بالنسبة لك مولود برش العذراء نهار تقريبا شبيه بنبارح يمكن ما تاخد حقك يمكن يسلبو لك حقك وبالتالي بتحس حالك مغبون أو مظلوم اليوم نهار لك تنتبه فيه من بعض هالأمور هاي من بعض الالتباسات ومن بعض الخسائر المعنوية أو المالية ففتح يناك وديناك كتير منيح بشكل خاص مولود أيلول سبتمبر تكمل مع برش الميزان مولود برش الميزان أنت مستقوي هالفترة ومع كل الحق الأجواء ممتازة لمولود برش الميزان بعتبرهم الأيام الرائعة بهالفترة من الشهر هيدا نهار ممتاز بيخلي مولود برش الميزان يكون متفوق على غيره سباق بشو مكان حتى أولادكم اليوم بتحسون أنهن ولعنين وقادرين أنه يكونوا أشخاص عندهم شخصية بارسة فأوي حالك مولود برش الميزان بشكل خاص اليوم الأكثر حظا 19-11 أكتوبر 2021 أنتوا الأكثر حظا كمل مع برش العقرب بالنسبة لك مولود برش العقرب اليوم نهار غير مناسب لحتى تكون أنت عم بتقرر أو عم بتقرر مصير مسألة معينة أو عم تقلب الأوراق اليوم نهار لازم يكون نهار تمهيدي تحضيري إعادة قراءة الأمور مش تحليلة بمعنى أنه عم تاخد نتائج من وراء تحليل معين لا اليوم تحضير ترتيب أما التنفيذ وأخذ القرارات ويكون بكرة وبعد بكرة اليوم نهار معقولي زعلك أيضا فكون حذر جدا بشكل خاص مولود نوفمبر نكمل مع برش القوس مولود برش القوس إذا بدك نتيجة ما تأجله لا بكرة اليوم نهار أفضل اليوم نهار أنفع اليوم نهار في نتيجة خاصة إذا حطيت إيدك بإيد الآخرين اليوم نهار الناس رح بتحسن أنه عم بتفهموك عم بيساعدوك عم بيدللوك اليوم نهار بتحس أنه أنت تجذب الإيجابيات وتجذب الدعم بعكس اليومين المقبلين وبتبقى الأوفر حظا موليد نوفمبر 2021 ديسمبر كمل مع برش الشادي بالنسبة لبرش الشادي فترة هالفترة كلها منها كتير مريحة مش إنه مرتحين ومأحلين لكن مولود برش الشادي لأنه نفسيته ونوعيته هو بحب يشتغل وبحب كل نتائج دايما مرتبة وبتعب حاله بيروح إلى أقصى الحدود اليوم مولود برش الشادي عم يشتغل من كل قلبه وإذا كملت هيك بالرغم من هالتعب اليوم تقدر تكلل جهودك بإنجاز وبتفوق تبقى الموليد الأوفر حظا سبعة ثمانية وتسعة كنون التاني يناير بنت إلا برش الدلو مولود برش الدلو اليوم نهار بيساعدك اليوم نهار معقول يوصل لك الأمور على طبق من فضة ما بوعدك فيها لكن نوعية الوقت اليوم جيدة واليوم نوعية الوقت فيها مصافحة فيها مصالحة وفيها توقيع على ارتباط أو عقد معين فيكون اجتماعي فيكون مهني ويمكن يكون أيضا عاطفي ليش لا أوي قلبك بهيدا نهار وإلا بدك تنطر لفترة تانية بعيدة لتحصل على هيك إيجابيات على أكثر حظا ستة سبعة وثمانية شبهات فبراير بنت إلا برش الحوت مولود برش الحوت إذا منك مضطر أجل لبكرة وبعد بكرة إذا مضطر اليوم نهار بدك تلاحق فيه التفاصيل بدك تلاحق التفاصيل مش إنه يلا على العمياني كيف ما كان لا اليوم في متابعة لأمور وبدك تنتبه اليوم لأوراق شغلتين أوراق قانونية وأوراق استشفائية هدول الشغلتين بتشتغل عليهم تنتبهلون بتتابعون شخصيا أو بتسلم حدا بيفهم فعلا عندك ثقة بكثئاته هو يتابع لك أو هي يتابع لك الأوراق والمعاملات وبتبقى الأوفر حظا نسبيا سبعة وثمانية أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة سريعة 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 جدا نغمد عين فتح عين ما بتلاقي حالك إلا مكان آخر بمكتب آخر أو بمدرسة أو جامعة تاني هادي سنة واعدة بتغييرات كتير كبيرة لاسيما بقاب أغسطس ديسمبر وأيبرل هادي كانت الأبراج لليوم بتمنى لكم نهار حلو إلى اللقاء بكرة أبراج جيتي دي باي باي اشتركوا في القناة